السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا رقم 10 في دورة بلندر بالعربي للمبتدئين النهاردة ان شاء الله يعتبر اخر درس في دروس اللي هي البيسيك الاساسية او الجزء النظري بعد كده ان شاء الله هنبدأ ناخد تطبيقات على المودلينج وهنبدأ ناخد بعد كده ماتيريال وزي نعمل ماتيريال وهنبدأ بعد كده ناخد بشريع متكاملة بروجيكت بس هنبدأ خطوة خطوة بالحاجات البسيطة وهنتدرج لحد ما نوصل للمستويات الاعلى النهاردة ان شاء الله في درسنا هنتعلم او هنعرف حاجة مهمة اللي هي الوريانتيشن يعني ايه اوريانتيشن؟ يعني اتجاه حركة العنصر او الشكل او الابجيكت مع الورلد الورلد هو ده العالم الورلد الخارجي ايه اللي بيحدد الاتجاه بتاعه او ايه اللي بيحدد اتجاه الحركة بتاعته يعني مثلا بالنسبة لده هنا هنلاحظ ان اتجاه حركته هنا على نفس اتجاه الورلد على نفس الواي على نفس الاكس على نفس الزد تمام تمام كمان لو جينا على الاسكيل لما بكبر وبصغر برضو على نفس الاتجاه هو كمان لما بعمل الروتيشن اه بعمل الروتيشن على برضو المحاور يعني مثلا هنا على محور الاكس على محور الزد على محور الواي ده بسبب ايه بسبب فيه اوبشن احنا مختارينه جوه البرنامج اللي هو هنا هنبص على اتجاه هنا هنبصح انه هو اسمه جلوبل يعني ايه جلوبل يعني اتجاه اي اتجاه العنصر ماشي مع اتجاه الورلد اللي حواليه في ايه تاني غير الجلوبل في عندنا اللوكل يعني ايه لوكل هنشوف دلوقتي دلوقتي احنا في الجلوبل لو حددناهم كلهم هنلاقي انه كلهم مشتركين في نفس الاتجاهات مهما اختلفت اه الاتجاهات الاصلية بتاعتهم يعني هنا هنحركها هنا ده بصد حركه كلهم على واحد على هنا الواي وهنا الزد بتاعهم كأنهم بوكس كده وهنا الاكس بتاعهم عفوا وهنا الزد وهنا الواي فكلهم اتحركوا كأنهم كتلة واحدة في نفس اتجاه العالم الافتراضي او الفيوبورد اللي احنا بنشتغل عليه طب لو جينا حولنا من جلوبل وخلناها لوكل يعني حولنا من الجلوبل وحطينا لوكل ايه اللي هيحصل معايا هنشوف كده هنا بصوا الاتجاه بتاعها كده بالنسبة لدي بصوا هنا الفرق بين دي ركزوا ما بين هنا وما بين هنا هنا اتجاهها علشان هي مستقيمة على نفس اتجاه الحركة بصوا هنا بصوا شكلها عملت ازاي حتى لو شفنا بالجي الاتجاهات بتاعتها هنا على نفس اتجاه الورلد لاني انا اصلا ما غيرتش في الوريانتيشن او الاتجاه بتاعه ولا في الروتيشن ولا في اي حاجة ولا في موف حتى طب هنا بدا تلاحظ انه لأ بصوا الواي بتاعها ازاي بصوا لما كانت جلوبل لما كانت جلوبل كانت على نفس المحاور بتاعت الورلد نفسه لكن لما عملناها لوكل لوكل يعني المتجاه او الاتجاه على نفس الاتجاه اللي انا حركت بيه الشكل يعني انا هنا غير عملتله شوية روتاشن فبقى الزد بتاعه كده الواي بتاعه كده ال اكس بتاعه كده يبقى لو ما يجي تحرك كده كده مختلف عن حركة اللي هو العنصر اللي هنا تمام طب ده بيفدنا في ايه بيفدنا ان انا مثلا لو حب اشتغل على الموديلنج مثلا احركه على نفس الاتجاه بتاعه باستخدم اللوكل لو انا عايزة احركه على الجلوبل اللي هو بشكل عام بعمل باختار الجلوبل تمام يبقى هو ده الفرق ما بين الجلوبل واللوكل النسبة الى النورمال لو اخترنا النورمال بتاعنا هو نفس اللوكل بالزبط يعني النورمال بتاعه النورمال يعني اتجاه البوليجونز اتجاه الفيرتكس الاتجز اتجاه دوران الشكل فهو بالزبط نفس اللوكل تمام طيب نرجع مرة تانية للوكل عشان نشوف نقطة مهمة انا دلوقتي حددت كل الاشكال دي عملت روتاشن فبعمل هنا روتاشن هتلاحظوا ايه ما تحركوش كأنهم بوكس واحد زي المرة الاولينية لما كانت جلوبل لا اتحرك كل واحد في الاتجاه بتاعه لما نرجع للجلوبل بصوا اجعمل الروتيشن كلهم بوكس واحد ماشي على نفس المحور لكن لما نرجع للوكل كل واحد هيتحرك على ايه على اتجاه اصلا اللي انا عاملا عليه تمام تمام طيب لو رحنا دي مش مهمة مش بنستخدمها ولا دي الكيرسور الكيرسر دي مهمة جدا بمعنى ان انا بحرك على حسب اتجاه الكيرسر يعني الشكل اللي هنا كيرسر بتاعه هنا الكيرسر هنا على حسب الكيرسر الكيرسر ده لكل العناصر دي يعني الكيرسر مش بيكون لكل عنصر كيرسر هو كيرسر واحد نقطة تركاز واحدة وانا بحركها واحطها في المكان اللي انا عايزة. طيب انا مسلا عايزة اعمل هنا والكيرسور موجود في النص ال فيوب وهنا موجود في النص. على حسب النص. طيب تمع. طيب يفرد انا حابة اخلي الكيرسور هنا. فهعمل هنا. وابدأ اعمل الدوران عليها. طيب بلاش? حابة اخليها هنا مسلا. هعمل وابدأ ان انا هنا بصه ابدأ ابدل ويحرك على بناء على مين? على الكيرسور. طبعا هي كده هنا مش هيبان الشكل ده. او في الشكل ده. عشان نفهم اكتر الموضوع. هنا مش هتبان قوي. عشان نفهمه اكتر. هنروح مسلا هنزل اه كيوب. تمام? وهعمل الكيوب ده. خلينا نخليه الاول على الجلوبل. تمام? كده. لانه باب بالزبط. تمام? نباب. عاليها شوية كده. تمام? انا حابة احركها على الكيرسور. الكيرسور بتاعها هنا في النصف. مسلا اعملت هنا. وانا محددها هيتحرك من فين هنا? الكيرسور بتاعها فين? هنا. 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 فالروتيشن بتاعها بصوا بدأ يتغير ازاي? يتغير على الكيرسور. فانا بعمل على الكيرسور. طب لو انا مسلا حابة اخلي الكيرسور هنا في الاتجاه ده. كده. شفت رايت كليك. والروتيشن هيكون من فين من هنا. كأني بفتح او بقفل الباب. تمام? تمام. حلو جدا. يبقى الكيرسور صبعا احنا هنا مش زبطين الكيرسور بتاعنا. خلينا نزبطه. انا مسلا حابة اخلي الكيرسور الحركة تكون من هنا. شفت كده. فالروتيشن هيكون على مين? على الكيرسور نفسه. تمام? يبقى الحركة بتكون بناءا على مين? على الكيرسور. تمام? تمام. طيب. بالنسبة هنا دي مش مهمة. بالنسبة لي مش بستخدمها بشكل كبير. انا هشرح بس الحاجات اللي احنا هنستخدمها آآ بشكل آآ كبير. تمام? طيب. آآ طيب. نرجع مرة تانية هنا للجلوبل. طيب. ايه القيمة اللي هنا دي اسمها بيفوت بوينت. بيفوت بوينت. يعني ايه البيفوت بوينت اللي هي النقطة اللي هي هنا. يبقى معناته. خلي دي هنا دلوقتي. يبقى معناته انا مثلا حابة اعمل مثلا الاشكال دي كلها. حابة ان انا اعمل لها الروتيشن بالجلوبل من البيفوت بوينت. يبقى هيبدأ يختار ويكون شكلها التحريك بتاعها كأنها باوندينج بوكس سنتر كأنه بوكس كده يعني كلهم بتحركوا كبوكس واحد. بصوا. هنا شكله كبوكس واحد وبتتحرك آآ العناصر حواليها. طيب لو انا روحت اخترت سري دي كيرسور زي اللي هي الحركة دي اللي هي هنا. انا حابة احرك ان اختار هنا ده. احرك على بصوا كأنه الباب بفتح وبقفل الباب. نركز مرة تانية كده. نجيب الشكل كده. بصوا. نجيب كده اهو. عشان نركز هنا. بصوا انا بحركوا على بالجلوبل. تمام? ممكن اختار على حسب بتاعنا. بتاع الشكل. او الجلوبل مش هتفرق كتير. فلما هبدأ احرك. فبيبدأ يتحرك بناء الروتيشن على الكيرسور. مكان الكيرسور. طب لو انا حطى الكيرسور مثلا. آآ هنا. شفت رايت كليك. الروتيشن راح فين مع الكيرسور. يبقى الروتيشن هيكون من فين من فوق. دي مفيدة جدا في الانيميشن. لما نكون مثلا ازا حركة عامل حركة باب حركة شباك وهكذا. طيب لو انا مثلا انديفيدوال اوريجن يعني ملهاش علاقة بالكيرسور خالص. يجي هنا. نختار مثلا الاشكال دي كلها. انديفيدوال. يعني انا لما اجيعمل روتيشن هيعمل روتيشن كل واحد لوحدة. ومش زي البوكس. يعني بصوا هنا في البوكس. حصل ايه كلهم اتحركوا كبوكس. كأنه بوكس واحد. تمام? لكن لما روحت اخترت اللي هي الانديفيدوال اوريجن كل واحد على حسب الايه الوريينتيشن او المتجه بتاعه. يعني على حسب محور الاكس والواي والزد. فبحرك كل واحد بشكل مستقل. انديفيدوال يعني مستقلين عن بعضهما بيتحركوا. تمام? طيب. اه في عندي الميديم بوينت هي تقريبا شبهها بالسوء بيختار النقطة يعني المتوسطة ما بينهم. وبيحركها. يعني شبه البوكسنج بالزبط. يعني هو بياخد نقطة المنتصف ما بين اكتر من شكله بيحرك. سواء كان هنا. يعني هي شبه بالزبط اللي هي البوكسنج. بعد كده بيكون عندنا اكتف المنت. يعني مسلا انا عندي كزا عنصر. وبختار الاكتف المنت. فانا بيكون الروتيشن للاكتف. احنا قلنا ان الاكتف بيكون باللون الايه? الورنج. فبتكون الحركة على ايه? على العنصر النشط. طيب لو انا مسلا خليت اخترت دول. وقلنا عشان نغير العنصر النشط بالشفت خليته ده. يبقى هيروح اه مكان الروتيشن هنا. بدأت هيتحركه من هنا. تمام? تمام. طيب. الكلام ده هيفيدني طبعا في المودلينج وكل ده هيتفهم لما نبدأ نشتغل. بس احنا دوقتي لازم نفهم كل حاجة مكانها ايه? وايه فايدتها معايا في الشغل. في عندنا بعد كده الرقم تلاتة اللي هو السناب. السنابنج ده مهم يعني مسلا. هنروح نشيل الاشكال اللي هي دي خلاص. مش عايزينها. نروح نعمل ننزل عندي مسلا كيوب. وننزل كمان شفت ايه ونزل كيوب تاني. ماشي? وابدأ احرك كده. تمام. طيب. السنابنج يعني الالتصاق. يعني زي المغناطيز زي السنابنج اللي هو المغناطيزية. بيلزقوا في بعض. طب انا مسلا حابة اجيب ده واحطه بالزبط في محاذاة ده. تمام? مسلا كان هو هنا. وانا حابة احازين. فاجيبه كده ومهما حاولت اقرب ممكن ما يحصلش ان هما يعني مهما حاولت اشتغل ممكن ما عرفش اصبط ان هما بالزبط على نفس المحاذاة. طب ازاي اعمل الكلام ده عن طريق السنابنج? بفعل السنابنج هنا. طبعا لازم لما اكون اشتغل الحاجة بفعلها. هنا السنابنج افعاله الاول. وبعد كده مثلا هي كانت فوق. خلاص. خلان نقفل السنابنج الاول. بعد مسلا كانت هنا. وانا حابة اخلي دي على نفس محاذاة دي. اروح اشغل السنابنج واختار. في يعني بشكل عشوائي. فاسحب كده واجيب يعني ممكن تزبط معي وممكن لا. بس هي زبطت شوية هنا بصو. هي زبطت هنا. اهي. ممكن تزبط يحصل التصاق بس مش هيكون دقيق. الادق من الانكريمنت الفيرتكس. يعني بمعنى ان هي الكلوزست. بختار الكلوزست. الكلوزست لو انا حابة اقرب فيرتكس تلزق فيه على طول. او في السنتر او ميديان او الاكتف. احنا هنختار الكلوزست. بالنسبة للموف ولا الروتيشن ولا الاسكيل احنا عايزينه على الموف الحركة. يعني بسحب كده بروح هنا وبسحب بروح عند الفيرتكس نفسه. عند اي فيرتكس. انا حبها تكون عند الفيرتكس اللي تحت. بروح عند الفيرتكس نفسه بلزقهم في بعض هتلزق معاكم على طول بمنتهى البساطة. تمام تمام. ممكن استخدم الاتجز هي هي. يعني مثلا كانت دي كده فوق. اروح برضو اسحبه وروح عند الاتجز. فين الاتج? انا عايزها عند الاتج ده مثلا كده. بحدد. انا بحدد لو انا عايزها عند انهي اج. انا عايزها مثلا هنا في الاتج ده. انا عايزها في الاتج ده. ابدأ احدد كده. كده. ويبدأ الالتصاق يحصل معي. فكده انا زبطها بشكل ادق. من لو اني اه كده بالزبط. كده من اني لو اني احاولت ان انا ازبطها. فخلاص هم التسقوا ببعض. طيب ممكن ازبطها على حسب كمان الفيس. يعني ايه? هنفهم الكلام ده مسلا هنا جبنا او هنروح نجيب هجيب السفير. كورة مسلا. كورة دي. هروح اجيب كمان اللي هو التورس. وياصغر بس شوية التورس عشان هو كبير. تمام? خلي كده. تمام? وحب اعمله الالتصاق على الفيسز على السطح. فازاي بعمل الموضوع ده? بروح افعل زي ما قلنا الفيس. واهم نقطة عندي ان انا افعل يعني خليه لف مع التارجت معها. ياخد الانحناء بتاعت الدايرة. وكمان نفعل اللي هو ده. اروح بقى اسحبها بقى من هنا كده. اسحب بصوا. وتسقط على السطح بالزبط. ده مسلا لو احنا بنشتغل حاجة شكل موديلينج وحبين اه نحط على السطح بتاعه اي شكل فبنستخدم الطريقة دي. ممتازة جدا معنا. طيب اه دي حاجات زيادات هم عملوها. يعني بنستخدمهاش يعني بشكل كبير. هي دي اهم الحاجات اللي احنا اه بنستخدمها. هنا اج سنتر يعني في النص مسلا يعني انا هنا وحب ان انا في نص اهو في النص بالزبط في نصه الزقها في النص بتاعها. وهنا بيقول لك اج بريبنديكولر يعني ال اج بريبنديكولر اللي هو الاي بالزبط. هنشوف دلوقتي يصد بيها ايه? اعتقد ايوة اللي هم الثواني. اسحبها كده. اشوف. يصد بيها المكان الالتقاء ما بين الاتجاد تقريبا. سواني. وانا ما جربتاش قبلي كده. بس انا بجرب اهو معاكم. بنشوف هي بنستخدمها في ايه? اهي. كده. اللي هي يعني الالتصاق ما بينهم. يعني هي مش مهمة او احنا اصلا ما بنستخدمهاش. المهم اللي انا شرحته لكم هو المهم بالنسبة لي. يبقى بعد ما خلص خلاص اشيله عشان بس ما ايه ما يقرفنيش وحنا بنشتغل كده انا اهم الحاجات انا شرحتها لكم. تنجي بقى الاخر حاجة. اللي هي. يعني. خلينا نحذف اه لهو ده ونروح عند مين? عند الاسفير. هي اللي هتبين لنا الامر ده. هنروح هنا عند عشان نروح عند او خلينا في احذف بس دي انا مش عايزاها دليت. وروح عند بالتاب. اروح عندي فان? قلنا. اه اه ادت. اتعلق هي ساعات نروح عند الادت. طيب. لو فعلنا هنا مسلا انا دلوتي مسلا النقطة دي. مسلا هنا. حب ابدأ اغير شكلها. فمسلا هروح بالجي مسلا ابدأ اغير كده بتطلع بالشكل ده. حده. هتحسوا ان هي شكلها حد جدا. طيب. لو انا فعلت الخاصية دي اللي هي البروبورشنال دي. وبدأت اننا هنا اسحب. هتلاحظوا ظهر معنا ايه دايرة. صح ولا لا? في دايرة. الدايرة دي عمنا بتطلع بشكل سموثنج. موجودة الحاجات دي في الشكل سموثنج. طيب. الدايرة دي ممكن اصغرها عشان اخليه محدد او اكبرها عن طريق السكرولة. وانا ضغطة. يعني ما شلش ايدي من على الضغط. وانا بالسكرولة اطلع كده. كل ما اكبرها كل ما يكون في سموثنج اكتر. كل ما قلل كل ما يكون محدد اكتر معايا. اللي يرجع للاصل بتاعه لما انا عملت الموفينج بتاعه. فكل ما اكبر يكون في مرونة اكتر في اني اطلع الشكل معايا. تمام? بقدر ان انا اشكل زي ما انا عايزة. تمام? طيب لو روتاشن برضغط برضو على الروتاشن هنا بصغر كده. انا حب ان انا اعمل بس روتاشن للنقطة دي. كل ما اصغر بتبقى ايه? بتحدد الروتاشن عليها اكتر. بكبر بيبدأ يحصل اللي هي اه ياخد اكبر اه عدد من النقاط بشكل سموث اوي ناعم اوي انتقال ناعم كده. انا عملت الروتاشن كده. عملت الروتاشن كده. مسلا برضو كبر كده. او بصغر بالسكرولة. تمام? لفوق بصغر والتحت بكبر بكبر الفرشة بتاعتي. وببدأ اشكل زي ما انا عايزة. كمان في لو نجرب بتاعنا نجي نعمل نكبر كده. بص وانا بكبر. ولو صغرنا او حب ان انا اصغر بالسكرولة بعمل تحديد بالسكرولة لما ارجع لورا بكبر واصغر هنا الاسكيل او اكبر الاسكيل. ده بتنفعنا جدا في المودلينج وفي التشكيل. تمام? تمام. طيب. احنا كده يعتبر خلاص اهم الحاجات اتكلمنا عنها. بس في نقطة مهمة اللي هي البيفت نفسه. اللي هو ايه هو البيفت? مش الكيرسور. ما اتلخبطوش ما بين الكيرسور وما بين البيفت. الكيرسور اللي هو ده اللي انا هو عبارة عن كيرسور واحد بس موجود. وموجود دايما ممكن يكون في السنتر هنا. وممكن انا انقله عن طريق الشفت وي رايت كليك بنقل آآ المكان. او من هنا بضغط على الكيرسور اللي هي علامة الكيرسور دي. وابدأ اغير المكان بتاعها. تمام? طب فرضا انا مسلا عملت هنا غيرت مكانها وحبيت ارجعها للسنتر مرة تانية. ازاي بعمل الكلام ده? بعمل شفت اس. وبرجع الكيرسور توورليد اوريجين. شفت اس مفروض ترجع. فتمام رجعت. وبيهنج بس عادي يعني. فرجعت لي الاوريجين. عفوا انا بس عشان ايه حركت هنا. معلش شفت اس. وارجعها للاوريجين بتاعها. شفت اس وارجع للاوريجين بتاع دي. عشان انا محددة عليها. اروح هنا دي خيار السليكشن عشان ايه ما يحصلش مرة تانية تتنقل معي. طب لو انا رايز ارجع دي هنا للسنتر بعمل ايه? الت جي. وبرجع. طبعا انا شرحت الكلام ده قبل كده. بس في الاعادة افادة ممكن يكون في ناس ما آآ يعني كانت شي معانا. ممكن يكونوا كانوا معانا ونسيوا المعلومة. فاحنا بنذكر بالمعلومات. تمام. طيب انا دلوقتي ده هو الكرسور. قلنا بنقله بالشفت كده. تمام? هو كرسور واحد لكل الفيو بورت. شفت اس عشان ارجعه مرة تانية. طيب. ايه هي البيفت? البيفت بوينت اللي هي دي. اللي يا شايفينه النقطة هنا. اهي. النقطة اللي هي دي. اللي هي لما اجعل الروتيشن. يحصل الروتيشن عليها. ملاش علاقة بالكيرسور. تمام? يعني حتى بصوا لو نقلت الكيرسور هنا هي برضو بتتحرك على البيفت بوينت. هي دي النقطة المنتصفية. طب. اه لو عملت برضو بتكبر منها. اه لو عملت موف جي برضو بتتحرك منها. طب فرضا. خلينا هنا نعمل سكيل وين صغرة نخليها عشانها شكل باب بالزبط. فرضا مسلا كان انا عملت زي كأنه باب. وحبيت ان انا اغير مكان البيفت بوينت واخليها هنا. عشان انا حب الحركة تكون من هنا. ما تكونش من هنا. احنا قلنا في الاول عن طريق الكيرسور. طريقة الكيرسور من هنا. ان انا بحرك على سري دي كيرسور. تمام? يعني الحركة تتدوران او كده من هنا. وممكن كمان من الجلوبال من الكيرسور دي ما بتكونش دقيقة. لابتكون دقيقة اللي هي من هنا. كمان ممكن طريقة تانية اني احرك مكان البيفت نفسها لهنا. طب عشان احرك مكان البيفت اللي هنا في في طريقتين. الطريقة الاولى ان انا احرك الكيرسور نفسه احطه هنا في المكان اللي انا حب احرك عليه. شفت آآ ورايت. وبعد كده بروح من هنا من عند object من عند sit origin وبختار آآ الوريجن نفسه الوريجن اللي هو البيفت بوينت. الوريجن تو سري دي كورسور. ان انا نقلها لفين? لسري دي كورسور. بس خليني احدد هنا الاول. واروح عند object set آآ واروح الوريجن تو سري دي كورسور. اتنقلت معي بمنتهى البساطة لو جيت اعمل روتيشن دلوقتي. او بالزبط عند اللي هي بالزبط اللي هي الكيرسور بتاعي. تمام? تمام. طبعا هو اصلا نازل ميل يعني عشان كده الحركة كانت ميلة. فسما تواني بس كده نزبط الكيوب ده. انا مش عارفة آآ عشان احنا اصلا مش عدلينه طب نحذفه. ونرجع الكيرسور نرجعه للوريجن بتاعها عشان ننزل آآ في النص. تمام? واعمل واصغر كده. واطول من هنا. تمام. رحنا عملنا ايه? رحنا شفت رايت كليك هنا. وعشان احرك البيفت بوينت رحت من عند اوبجيكت ست اوريجن تو سري دي كيرسور. كده. لما اجي اعمل بتاعي بالزبط هتتحرك. كده. تمام. يبقى انا قدرت ان انا احرك اما عن طريق الكيرسور من هنا. ان انا اختار اللي هي الثري دي كيرسور. الحركة نفسها. الحركة هنا. اللي هو المكان ده. يا اما اني اصلا اه اغير مكان البيفت بوينت. دي طريقة اولانية. ان انا حركت البيفت بوينت. هنا في شفت اس في اه اختيارات. اه هنشرح الحاجات دي ان شاء الله. اه بس خلينا نخلص بس نقطة البيفت بوينت. النسبة للبيفت بوينت. طريقة تانية. خلينا نرجعها مرة تانية. ثواني. رجعناها لمكانها. في طريقة تانية ان انا اغير مكانه بدون ما اغير حاجة في الكيرسور. اللي هي من هنا. كده. لا من عفوا من هنا هنضغط على ان. واروح عندي تول. واروح عندي كلمة اسمها افكت اونلي. بأسر فقط على تمام? وابدأ هنا بصوه خلاص هنا بقدر في حرية حركة. ممكن احطه هنا. ممكن احطه هنا. في اي مكان. مسلا حطته هنا. تمام? بعد ما خلاص سبت المكان بشيل علامة الصحة عشان يثبت على الشكل. وبعدين اعمل روتاشن. وي تمام. ممتاز جدا. تمام? طيب. مهمة جدا. اه الحاجات اللي احنا بنشرحها دي. في الموديلنج ان شاء الله هتشوفوا اهميتها في عملية الموديلنج. طيب. بعد كده انا مسلا خليني شفت اي. اه عفوا شفت اي. واضيف كيوب مسلا. بالجي. احركها كده شوية. طيب. واضيف شفت اي. اضيف مسلا سيلندر. هنا كده. تمام? علشان انا بس ايه? اه نبدأ نفهم اه اللي هي اه بقية الاوامر اه اللي هنا او ايه فايدتها. تمام? هنا قلنا ان هنا بحرك الكيرسر توورلد اوريجين. برجعه فين للنص. تمام? طيب. ايه بقية الحاجات دي? الحاجات دي انا مسلا هنا انا الكيرسر بتاعي هنا في النص. انا حبا للشكل ده لهنا للنص بالزبط. احنا قلنا اما قلت جي. يا اما ممكن طريقة تانية شفت اس هنا واختار ان ده للكيرسر. تمام? هنا. خلاص نقلتها. طب لو كان الكيرسر بتاعي شفت رايت كليك هنا. واعمل شفت اس. السيليكشن الى الكيرسر هيتنقل على مكان الكيرسر بالزبط. حلو الكلام جميل جدا. شفت اس اه عفوا شفت اس. ايه تاني عندنا? في عندنا حاجة سيليكشن تو اكتف. يعني انا مسلا عندي تلات عناصر. فانا حبا للعنصر ده والعنصر ده للعنصر الاكتف اللي هو هنا. هعمل شفت اس وهعمل ان السيليكشن كله يروح عند مين? عند الاكتف. تمام? تمام. طيب. في عندنا كمان ايه تاني? في عندنا اللي هو سيليكشن تو جريد. دي مش بنستخدمها كتير للجريد اللي هو ده. اه يعني مسلا السيليكشن ده انا احب اوديها على الجريد خلينا نشوف هي ايه? انا بصراحة ونستخدمها بس هنشوف هي بتعمل ايه? يعني بتخليه على الجريد بالزبط. بصوا هنا الاول كانت شكلها عامل ازاي بالموف? كانت هنا بعيدة شوية. يعني مش على الجريد بالزبط. فانا اه شفت اس. والسيليكشن تو جريد. يعني تزبطت سواء الجريد دي من هنا او من هنا. يعني اما بتزبطها من هنا بتشوف الاقرب ليها. وبتزبط علي. انا اعتقد هي دي الوظيفة بتاعتها. اه شفت اس. الكيرسور تو جريد. تمام. نجرب كده نشوف هي عبارة عن ايه? هنا. شفت اس والكيرسور. عشان الحاجة دي اصلا ما بتستخدمش كتير. فمش مهمة يعني سيب اه يعني احنا نشرح بس المهم. اللي كمان يهمني انا عايزة انقل الكيرسور للسيليكتد. يعني انا هو ده بتاعي. هو الكيرسور هنا. فحبا نقله هنا. فهروح شفت اس والكيرسور تو سيليكتد. على طول راح على السيليكتد. حبا نقله هنا. شفت اس الكيرسور تو سيليكتد. تمام? هي دي اهم الاوامر عندي. طيب. في حاجة مهمة. مسلا انا حبه ده الوحده وده الابجيكت الواحده وده اوبجيكت الواحده. مسلا وانا بشتغل اي سبب من الاسباب في المودلينج حبيت ادمج الشكل ده مع الشكل ده. فبعمل ايه? بيخترهم هما الاثنين وبعمل كنترول جي. كده خلاص هما بقوا ايه? عنصر واحد. تمام كنترول زد وانا تراجع. كده رجعتهم مرة يبقى كنترول جي علشان ادمجهم في بعض. لو حب اختارهم كلهم بالاي بختار كله. لو حب ان انا اشيل التحديد بعمل alt اي بشيل التحديد. اتش. مسلا عندي بختاراهم هاعمل اتش اتش بيخفي. alt اتش بيرجع. بدل ما اروح من هنا واعمل الاي وابدأ اخفي من هنا. لا الاسهل بالنسبالي استخدم اختصار اللي هو الاتش. مسلا محدده. هازم نحددهم الاول. اتش خفيناهم. alt اتش برجعهم اه مرة تانية. كمان من الاوامر المهمة اللي هي احنا قلنا اني shift d بعمل نسخ. طب انا حبا اكررهم بس خلينا بس ثواني. نحذف دي ونحذف دي. او خلي دي نحذف دي. حبا اعمل shift d انسخها. طب انا حبا اكررها. شاعد كلش اقول shift d shift d shift d. لا هعمل shift r shift r shift r shift r. فهيكرر بنفس المسافات. بمساة عامل زي الالستريتور. لما نعمل control d. فبيكرر بنفس المسافة. انا حبا اكررهم بنفس المسافات ما بينهم. ونفس الاتجاه والروتيشن وكل حاجة. فبعمل هي control r. فبيكرر الى هنا. control r الى مالة نهاية. فده اسهل بالنسبة لي. لان انا لو عملت عادت اعمل اه انا عملت راجع. لو انا عادت اعمل shift d مثلا. عملت اه هنا shift d. وحركتها. طب عملت shift d تانية. وحركتها. ممكن ما اقدرش اصبط المسافة. ولا حتى يعني بس تحسوا ان دي نزلة. حتى لو جينا هنا عند دي نزلة. تمام? لكن بالطريقة اللي هي دي خلينا نتأكد كمان من الكلام ده. هنا shift d مسلا انا حركتها كده. تمام? فبعمل control r r r r r r r. على طول. بتفضل. ctrl r ctrl r ctrl r. نفس المسافات. ونفس الارتفاع. كل حاجة. فدي كمان اه من الاوامر اه المهمة. في بلندر. وحبيت ان انا اعرفكم عليها. كمان في عندنا اه خطوة مهمة. اللي هو في اختصار. ان انا اربط. يعني مثلا. انا عندي كزا عنصر. انا مثلا عناصر دي كلها. فالاكتف بتاعنا هنا. انا حب اربط. اعمل عمليات بس ابعد عن اللايت هنا. حاب بعمل عمليات رابط لكل العناصر هنا بحيس اني لما احرك. هو ده اللي انا قلت لكم عليه قبل كده هنشرحه. ان ايه فايدة الاكتف. اني بدل ما اقعد اكون لازم اعمل على كلهم. فانا بعمل عمليات رابط اسمها parent بحيس ان انا مجرد اني اختار الشكل ده احركه اغير في شكله فالعناصر التانية بتتحرك معاه. فالاختصار بتاعها هو ctrl b. وبعمل هنا اه بعمل اه 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 على الابجيكت رابط مع الابجيكت الهو الاكتف. مع اني احافظ على الترانسفورميشن. يعني نفس الترانسفورميشن الاتجاه بتاعه. تمام? فاعمل كده. خلاص كده هنا عمل بس هنا عشان فيه اللايت عفوا خلينا نشيل في التحديد اللايت انا محددة اللايت مش حابة اللايت يدخل معي في التحديد بالكنترول بشيله تمام طيب خليني بس ايه انا مش عرفة ليه اللايت اه عرفته وليه اللايت بيظهر معي خليني اخفيه عشان ما يدخلش معانا في التحديد تمام برضو دخل معي في التحديد طب ما نحذفه ونخلص يعني هاي عرفنا بقى تمام عشان عايزة عنصر اكتف معي هنا كده قولنا بالشفت انا بحدد انا عايزة هنا شفت هو ده الاكتف بتاعي تمام بالشفت بحدد الاكتف لو هو ما ما تحددش معي اكتف فبالشفت بحدده وبعمل كونترول بي وبختار الوبجيكت كيب ترانسفورميشن طيب دلوقتي بقى نشيل بص لما نحرك دي هو ده يعني كنه عملهم في طبعا في وكمان في وبرامج التانية في عندهم حاجة اسمها نل وفي عندهم حاجة اسمها جروبات فهو بيعملوا في جروب واحد لكن في مفيش خاصية فبنعمل حاجة اسمها فكده خلاص انا كده لو جيت عمل خلاص وكلهم طبعا دي مفيدة جدا لما يكون اه الشكل في اكتر من عنصر ازاي يعني مسلا خلينا نتراجع بس اه نرجع كده نخلي كل واحدة لوحديها تمام خلينا نحذف اللي هي دي عشان بس افهمكم ايه فايدتها عملية الرابط دي يعني مسلا هنا في سيلندر مسلا اه شفت دي نسخة تانية واعمل اسكيلنج اسغر كده الجي هنا بالموف واطلعها كده انا مسلا عملت الشكل ده تمام بعدين روحت جبت دي كمان واحدة نسخة كمان وروحت عملت اسكيل اه اصغرت كمان كده بالجي وروحت جبت كده يعني انا عملت مسلا ان الشكل ده فرضا يعني كانه برفيام يعني طيب انا دلوقتي عايزة لما اجي احرك ده يقوم ده يتحرك لوحده لا انا عايزة يبقى كتلة واحدة جروب واحد ازاي نفس الطريقة احددهم كلهم وانا عايزة ان الاكتف يكون هنا لو ما كانش الاكتف ده زي ما قلنا بالشفت بغير الاكتف بتاعي وكنترول بي واعمل اوبجيكت وكيب ترانسفورميشن كده لما ابدأ احرك من هنا كل العناصر خلاص البرفيام بتاعي بيتغير حابة اغير البيفت وخليه من هنا عشان لما اعمل اسكيلنج يعني لما اجي اعمل اسكيلنج الاشكال طبعا هو بيكبره مع بعض ويصغره مع بعض فالافضل ان البيفت بوينت هتكون هنا قولنا من عند الوريجن هنا اه جيب الموف احنا بنراجع دلوقتي وبحركة بخليها هنا في التحت خلينا بالا بالوان عشان ازبطها بالزبط ما تروحش في مكان غلط هنا مثلا تمام وبعدين ارجع اشيل الصح من عليها ارجع مرة تانية هنا بصوا بقى لما نيجي نعمل اسكيل او اي حاجة بتكبر من تحت فكده بيكون التكبير والتصغير والحركة حتى الموفينج سهلة بالنسبة لنا وكمان الروتيشن بتبقى برضو سهلة ان احنا نعمل الروتيشن لها تمام كل ده بيفيدنا طبعا في عملية المودلينج بشكل كبير بصوا الروتيشن وهنا تمام لما بغير البيفت مكانها فبيسهل عليه عملية الحركة والسكيلنج والروتيشن يعتبر كده انا اهم الحاجات الاساسيات انا خلاص خلصناها وبعد كده هنبدأ ان شاء الله ندخل في التطبيقات العملية والمودلينج هنبدأ بمودلينج بسيطة ممكن في البداية نحط ماتيريال بسيط فهنعمل مودلينج بسيطة ماتيريال بسيطة بعد كده هنبدأ نتعمق اكبر ونبدأ نعمل بروجيكتات اكبر ومشاريع اه افخم وان شاء الله تكون دورة بالعربي اللي مبتدئين مفيدة بالنسبة لكم وكمان اوعدكم ان الدورة دي هتأهلكم ان انتو تشتغلوا وتطلعوا شغل بس طبعا اللي حابب يزيد اكتر اه في طبعا ان شاء الله كورسات هتكون مدفوعة في دورة بلندر هتكون مستوى متوسط ومستوى متقدم للحابب يحترف في البرنامج بشكل اكبر ويطلع شغل اه احترافي اكتر بس جزء المبتدئين هو يكفيك ان انت تكون بداية الانطلاقة في عالم بلندر وزي ما قلت الناس اللي هتطبق معي في كورس المبتدئين كل حاجة انا بذكرها وبعملها وتنزل في جروب سارة ديزينر هيكون ليهم خصم 50% على اي كورس سواء مستوى متوسط او متقدم من كورسات بلندر اه كده يعتبر خلاص احنا خلصنا نهاية الدرس ده ويستنوني بقى مع التطبيقات العملية الحصرية المهمة اللي هتطور مهارتكم وهتعرفكم على الادوات والاماكن الخفية في برنامج بلندر اللي احنا لسه ما شرحناه سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك